بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازهركم جميعاً عاملين ايه? اتمنى جميعكم بخير دايماً اليوم هنتكلم عن اول درس الصف الثالث الاعدادي لاحدث الموصفات لسنة 2023-2029 طبعاً احنا هنشتغل من ملزمة بتاعتنا حتى الطلاب اللي معايا هنشتغل من ملزمتنا ان شاء الله الى انجام بالكتاب حقيقة باصلة من الكتاب الملزمة زي ما قلت تبكى لاحدث الموصفات الثالث عنوان بتاعه تتكلم على حاجة اسمها حولين او حول المدينة نحن نقرأ الكائمات ونقل بدنا كويس جداً من الكائمات وما فيش حاجة اسمها ما بحفظ الكائمات الكائمات لازم تحفظ انها لأساسها تتعف تحل اكواريوم اكواريوم معناها متحف احياء المائية اذا يحض السمك وهو كذا اللي هو يحض في السمك بانك معناها بانك او ضفة النهر لو ضفة النهر يعني بوتينيكال جاردنز حضائق نباتية نقرأة تاني بوتينيكال جاردنز لايباري اور لايباري معناها مكتبة ترافيك حركة المغور سبورتس سنتر مركز رياضي لك بحيرة منيومنت معناها اثر بيسفول معناها هادئ سبيشالي خصوصاً كورنر روكن ستيشن محطة تعاني عارفيني تي اي او ان تنطأ شن فاكس حقائق ريستورانت مطعم بلانتز بلانتز مباتات ديريكشنز اتجاهات برو بيستعير او بيسرف حاجة من حد شوبينج سنتر مركز تسوق تيرن يتجي وبتجي معها تيرن رايت وتيرن ليفت تيرن رايت معناها يتجي يميناً وتيرن ليفت معناها يتجي يساراً رايت سكانال روينز معناها بقايا واطلال يعني مكان اتهد او اتضمن لحاجة معينة او بسبب ما وفضل منه البقايا بتاعته ناتشرال ناتشرال طبيعي فايل ملف فيليج انكلود معناها بيشمل او يتضمن او يضم يضم يوسفل معناها مفيد بليوشن بليوشن تلوث ناتشرال ريسيرف محمية طبعية جراند بيرانس الأجداد منطقة حدث هام نصيحة وباقي النصيحة بيتبحها اسم غير معدود بيجي بعدها حاجة مش معدودة ريدنج طبعا موجود عندك روم مترجم بس انا عندي اهم من ريدنج الليسننج لانه بيأتي في الديالوج او محط مونة تتكلم على مونة مونة تتكلم على مونة مونة تتكلم على مونة 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 هكذا تتكلم على قصة مioniم من المحطة المسافة 20 مت بال appreciated 20 مت مونة نحن Si I go past the Sports Center. Yes but then turn left. Okay. Work past the Botanical Gardens. I am working past them now. Good. After the Botanical Gardens, turn right. بعد المحطة ، بعد الحضارك النباتية ، tour de right التاج يمين أو قش يمين. turn right after the botanical garden then take the second route on the right بعد ذلك خذي تاني طريق على الى اكدامين can you see the restaurant هل انت شايفة المطعم I think I can see it it is on the corner اتاكدنا شايفة هو على الزاوية يعني اذا مبقوا ذلك على النصية walk past the restaurant the library is between the restaurant and the museum بزاية the bank ادلها المكتبة هي مبين المطعم والمتحف في الجهة مقابلة او امام البنك thank you mona see you soon طبعا هنكرى الليسنين الوقت my name is nadir اسمي nadir i live in exandria with my mom my dad and my two brothers انا عايش في اسكندرية مع والدي والدي واثنين من اخوات exandria is a very historical city ناخد بدنا كدا من كلمة historical city معناها مدينة تاريخية ناخد بدنا من كلمة الكواريس جدا لنبتقي جدا في المتحانات with lots of famous buildings بها العديد من المباني مشهور ruins and the monuments و البقايا او المكان في بقايا والاصار but it is a modern city too ولكن هي مدينة ايضا مدرن حديثة and there are lots of things to do here واناك العديد من اشياء تعملها هنا at the weekend في نهاية الاسبوع i like to spend time with my family بحب اعضي الوقت مع عائلتي on friday afternoons في يوم الجمعة and usually go to the park منحب ان نزعب الى البارك يعني عالية من نزعب الى البارك but sometimes we go to the museum or the aquarium ولكن احنا بنزعب الى المتحف او متحف الاحياء المائية i love watching the fish طبعا من فعال love and like من افعال اذا تبعتها الفعل يجب ان يتبعوا ال ING فناخد بدنا من فعل watching ناخد بدنا من الكامل ونكتب البراغراف لا يحش من هنا حاجات ذلك on star days في ايام السبت i visit my grandparents بيذور جده او اجداده they live in alexandria too هم عايشين هناك في السرندرية i enjoy playing cheese with my granddad بيلاعب شطرنج او بيستمتع ان او بيلاعب شطرنج مع جده ناخد بدنا ايضا ان نفعل بلع دفنا رأي نيجي ليه ان كان جايه قبلي enjoy لو يستمتع enjoy we love we like دول كلام من افعال وكمنت دول كلام من افعال با تبعيح رأي نيجي he is very good at it هو كويس جده فيها but sometimes sometimes i win لكن احيان انا بفوز judي my name is judy and i live in aswan هيا اسمها judy it is a busy city هي مدينة زحمة with about one and a half million people على السكانة حوالي مليون ونص شخص and there is always a lot of to do at the weekend هناك عشياء كتيرة جدا دائما نعمل هناك on friday mornings فيومي جمع الصبح i sometimes go shopping where am i shopping? aswan is a great place for this aswan مكان جميل جدا وعزين جدا لدي الشوبي there are lots of interesting shops and i love هناك عشياء العديد من الشبز المحلات الشريكة وهناك عشياء تحب going to the famous market بتحب تحب الاسواق المشهور i also like to go to the botanical garden or the natural reserve لكن ايضا يبتحب تذهب الى القضائق النباتية او النباتية المحملة الطبائية اي محملة الطبائية هو مكان بيكون في بعض الحيوانات او النباتات النادرة شوية ومعزين حفظية on the days في يوم السبت i do my homework and in the afternoon i go to the sports center for my scratch lesson فيوم السبت بتعمل الوقت بتاعها وتروح الى مركز الرياضة الوالنادي يعني عشان تروح لحصص الاسكواج it's my favorite spot هنها الهواية المفضلة بالنسبة لي او رياضة مفضلة بالنسبة لي ناخد بالنا من الكاملة كويس جدا لان حالة سوف يتلب منك بارغراف عن you city عن المدينة بتاعتك طبعا هنا من الكاملة عن definitions definitions معناها التعريفات يقول لك الكلمة والطريف بتاعها زي peaceful معناها هادئ فيقول لك معناها calm and quiet يعني حاجة طبعا قبلك اني calm اللي فيها ما تنتقش مثلا مش calm calm and quiet دي معناها traffic معناها the cars, lorries and motorbikes that use a road يعني بقول لك العابيات و المتساكلات اللي مستدامة على الطريفة فهو ريجب لك يعني هوا botanical gardens a large park or open area where scientists study plants and trees which we can visit يعني هي منطقة او عبار عن حديقة مفتوحة العلماء هناك بيديث النباتات و الأشجار يعني ممكن نزورها يعني لك بحيرة a large area of water with land around it عبارة عن منطقة كبيرة من المية و حواليها with land around it و حواليها with land around it و حواليها land اليابس أو الأرض ملمنت للأثر something that people build it to remind us of an important person or event هو شيء ما الناس بيبنوا عشان نتذكرهم به عشان نتذكرهم به مثل نتذكر به شخص مهم أو حدث مهم bank a place where you can borrow and save money ما كان بتحط في save منه الفلوس أو تضع في فلوسك library مكتبة a place where you can borrow and read books ما كان بتسعيم منه أو تكرأ الكتب especially خاص most than usual هو أكثر من المرات نأخذ بالنا لأن هذا يأتي في the choose يعني يجب لك definition و أنت تعرض منه كمه يعني يجب لك traffic يجب لك في the choose و يجب لك the cars laws that use a root space يعني أنت تختار كمه يجب لك من حيث the choice اكراها لا تحفظ ولكن اكرا definition perfect معناها البداية بداية الكلمات و أخبرك أن الصف السلسل عليه هذا بالنسبة لك شيء جديد يعني البداية الكلمات يعني نضيف حاجة في البداية الكلمة ممكن نجيب منها عكسها أو نجيب منها الصفة أو نجيب منها adjective or adverb الحال على سبيل المسال لكي تفهم فمص فمص معناها مشهور كي لما أضيف un في الأول اللي هو unfamous لو أخذت بالك هاو لحاو بس أجيب لك على un بس unfamous هاو un جابت العكس بتاعها اللي هو إيه غير مشهور non معروف unknown غير معروف natural طبيعي unnatural غير طبيعي يجول محتاد أن يجول محتاد يعني تقصد أن perfect دي حاجة ندفع في البداية هي نسميها بدايات حاجة ندفع في البداية ممكن نجيب منها عكس الكلمة بالضبط يعني تقصد عندما نجيب منها عكس بالضبط معناها النهاية بالضبط بضيف النهاية للكلمة ليس البداية خباك تقصد منها prefix و suffix معناها السلام عندما ضيف لها peaceful معناها هادئ أو سلمي attract ده الفعل معناها يجذب attractive جذاب فتحولت من الفعل لأجيكتف صفة بوسترنا attractive ضيف i ve خلاها صفة بلوت يلوث بلوت تلوث natural أو natural معناها طبيعة natural طبيعي يبقى natural طبيعي natural بالإلا طبيعي هنشروح حاجة مهمة جدا وهو أسمى synem synem معناها المراضف يعني كلمة يمكن أن اعطيها المعنى حيثت تضعها في اللغة العربية andrenims معناها المضاد عكس الكلمة peaceful معناها هادئ synem يمكن أن تفعز كمتين دول synem والanternim synem الأولة المراضف والأولة المضاد synem معناها المراضف peaceful معناها هادئ عندما أعود أن تكون نفس المعنى calm و quiet معناها هادئ الانترنم المضاعب هو غلط معنى الانترنم معناها المضاعب ليس معنى غير غلط في المنظمة فتبديك نويزي معناها مزعج حد هادئ ثاني مزعج اتراكتف جذاب حيب جميلة سينم الموارب بتاعها بيوتيفول اللي هو نفس المعنى جميل اجلي او اتراكتف معناها قبيح العكس فاموس مشهور الانترنم المضاعب مشهور السينم الانترنم المضاعب الفاموس او النون غير معوف مدرن حديث نفس المعنى السينم نيو الانترنم المضاعب انشاند اول حاجة حديثة انشاند او اول معناها قديم اكسيبريشانز التعبيرات والبيربوسيجانز حروف الجار جو سريد اول يسيب بشكل مستقيم جو باست يامر من امام اون درايت على اليمين ترنلفت تجري يا صار اون دراكور على نصف الشرع ويز الوت او بيتشيز له شراط كثير جو شوبينج ياسر بتسوق رن ثرول يامر عب انترستد ان مهتم بيه جو سومنج ياسر بلاستباحة اعج زووينج ياسر بلاستباحة هنا الماضي و المدرع Run, Rin, Yagri, Go, Wind, Swim, Swim, Take-Talk طبعا معظمنا عارفين هذه الأفعال لأنني أخذناها في السنين السابقة انت في 3 علادي ليس 3 علادي هنا Language Notes يعني بعض الملحوظات عندي كمة Arrive In معناها يصل إلى مكان كبير Arrive At يصل إلى مكان صغير لأنني يتبعها مكان كبير وات يتبعها مكان محدود أو صغير ومعناها يصل إلى مكان Since بيستوى كمية Because أنا أعرفت بعض Since معناها منذ وبيستوى كمية Because معناها لأن نبدأ بقى إن شاء الله نحل الجمل Choose a conventional answer from A, B, C أو D Definition التارفات طبعا أنا قرأناها فوق A or N Space A large park or open area with scientists and trees منطقة مفتوحة عبارة عن مبارك مفتوحة وحديقة مفتوحة العلماء يتسلون فيها النباتات والأشجار عرفناها هي بوثينيكا جاردن means the cars and motorbikes that use road معناها عربيات أو motorbikes لديهم السيكليات بنستخدمها على الطريق خلاص عرفناها بذلك اسمها traffic واخذناها بذلك والموضوع سهل بالنسبة لنا جدا تعال نكمل means come and quiet حاجة معناها هادئ خلاص عرفناها اللي هي معناها ايه peaceful معناها هادئ خلاص خدناها بذلك تعال نكمل a large of water with land around it عبر عن مية وحواليها اليابس خدناها اللي هي معناها lake ولك معناها بحيرة طبعا ده كلها تليل فوق وفي الديفينيشن earn is something that people build to remind us أو مكان بيبنى أو حاجة بتبنى عشان نتذكر شخص مهم أو حدث مهم خدناها وقلنا عليها الاثر monument معناها الاثر number six a space a place where you can borrow and save money مكان بنحط في الفلوس بنحط في الفلوس طبعا حاجة سهلة جدا مشهورة جدا البنك okay space 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 يعني النقط is a place where you can borrow and read books مكان بتسايف منه أو بتسايف منه الكتب طبعا library المكتبة synonyms the synonyms what can be the opposite of boring opposite معناها عكس عكس كمة ممل near كريب interested مهم أو مهتم excited حاجة جميلة أو مصار exciting طبعا ستبقى exciting لكي أخير energy ليس نأخذ الفلوس excited the synonyms of beautiful مواضف كلمة جميل ستبقى attractive لكي أخبرنا لكي تكون الفرق بين synonyms و the anthem the anthem the anthem of موضار كلمة is unknown غير مشهور شيء عكسي غير مشهور طبعا يبقى مشهور لكلمة famous prefix and suffix البدايات و النهايات the prefix بداية أو شيء يدفع في البداية لكي تكون عكسي من كلمة natural طبيعي اللي هي un im im ir طبعا هتبقى unnatural اللي هي الأولى the suffix give the adjective from peace طبعا peace معناها سلام وأعود كم اسمها بإيه peaceful معناها سلمي أو هادئ وخدناها فوق the suffix نهاية حاجة نضيفها في النهاية change the word attract into an طبعا يتحول لكلمة attractive ومعناها جذاب ومعناها صفة نهاية نهاية اسم verb معناها فعل adverb معناها الحال و adjective معناها الصفة طبعا هنا يجب أن تحايتها صفة من شغل تانية والأولى هنا الأشياء يجب أن تتعرف يعني ايه نوين يعني الاسم يعني الفعل و adverb الحال كما نضيفها الي في النهاية مثل happy hably كان في بعض الصفة كانت شاركة كما نضيفها وعندك sadly كما نضيفها الي و adjective يعني الصفة اللي وصف الحاجة دي انها جميلة و we get the upside of famous نضيف عكس كمة famous by adding the prefix كمة famous لنضيفها في الأول unfamous unfamous disfamous ill famous ill famous ها هتبقى هتلاح فوق خذناها infamous اليوم نضيف في الأول un طبعا نخش بحاجة اسمها guessing the meaning خامل المعنى the mighty is a peaceful city دومياط هي مدينة هادئة the word peaceful means كلمة peaceful هادئة معناها quiet طبعا لجابة they arrived at school at 7 am هم مرسل مرسل ساعة سبعة the underlying word arrived الكلمة تطلب خط اللي يعناها arrived يصل لي means Richard معناها whistle he got high marks since he's so hard هو حصل على درات عالية لأنه ذاكب بجد since معناها because وخذناها فوق معناها لأن Alexandria is a city this means it is from the bust bust معناها الماضي طبعا نخذنا عاجة اسمها historical city وتخبرك منها بتجد في المتاعات الكتير ومعناها مدينة تاريخية I took some money from my father أنا خذت شرائد فلوس أو خذت بعض المال من والدي this means that I I bought معناها أنا استلفت money from him إن استول معناها سرق ولنت معناها سلف ولوصف نضيع there is a quick destroyed the lighthouse إذا زال ضمر a lighthouse معناها الفنارة الإسكندرية there were only some stones as ruins هناك بعض الأحجار بس كمعناها ruins بقايا وأطلال exhibitions we swimming هتبقى ونت اللي يعني عدنا فوق go swimming ما بتاحها ونت لنوالك last week from the station go straight on من المحطة امش على طول how can I get to get to معناها أصل إلى إذا لم يفعل جدا معناها يحصل على أنا فاهم وget to معناها يصل إلى he is interested in نا خبان interested in معناها مهتم بي ويتتباحها الفعل بلاس ing playing خبانك في بعض الناس بتقول لي يا ميسا نحن عندنا مشكلة في ترجمة الجمل يعني أنت ممكن يكون الجمل بالنسبة لك سهلا لأن الحالك بتاعه في ترجمة المشكلة عندنا اللي أنا أترجم الجمل يعني أنا حفز الكلمات كويس جدا بس ما عرفش حلم ده بيبقى ضحف شوية بحفز الكلمات انت خلال السينيارات السابقة عندك ضحف في بعض حفز الكلمات وبالتالي لازم تؤوي نفسك في حفز الكلمات الإنجليزي كل ما تحفز فيه كلمات ويكون عندك background of words background يعني خلفية عن الكلمات كويسة بتبقى عندك التجاملاتك كويسة جدا طيب أنا أخذ حاجة مهمة جدا وهي أول جمل موجودة عندنا بتكلم على حاجة اسمها on, in, at طبعا كلنا نعرفين حروف الجارة اللي هو on معناها على وإن معناها في وات معناها في بس ديهم استخدامات معينة غير الاستخدامات اللي أنت عارفة فيه كنا من قولنا للأطفال on, in, at أيام وشهور الساعة أولهم ثاني on, in, at أيام اللي هي on بتيجي مع الأيام وإن بتيجي مع الشهور الساعة وات بتيجي مع الوقت وهو نفس الكلام on بتيجي قبل أيام الأسبوع اللي هو Friday, Sunday, Saturday وهكذا فنلاقي عندك Friday جي قبل حرف الجارة on خبك أن on كمان بتيجي قبل كلمة holiday وtime ومع برس دي ولكننا خبنا أول حاجة فيهم اللي هي كلمة holiday يبقى السلامة on إيه هي السلامة on يا مسا بتيجي مع أيام الأسبوع on, in, at أيام وشهور الساعة يبقى on بتيجي مع أيام الأسبوع وبتيجي مع كلمة holiday وكلمة برس دي ثانية حاجة إسلامات in إنه قلنا بتيجي مع شهور السنة أو هتلاقي مثلا إبريل شهر السنة سنة من السنوات 2020 2020 كمان إني بتيجي مع morning evening after noon morning معناها الصباح after noon معناها المساء أو بعد الظاهرة evening معناها المساء آخر ثانية مذهلة atrás أثيرا آخر ثانية أيام نماذج Um 아침 ثانية آخر آخر whether 1 آخر إلى آخر فع picnic きた آخر 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 بتيجي مع الساعة نعيد أوم تاني عشان مهمين جدا أوم مع أيام الأسبوع وبتيجي مع كلمة بيرس دي و هولي دي وإن بتيجي مع شهور السنة وبتيجي مع ومورنينج وأفتر نون وقات بتيجي مع الوقت ومع اللونش تايم أو الغداء وكذا مع الوجبات يعني وأخيرا كلام بتيجي مع كلمة اسمها دون الفج ونون ونالت سأحل على الجامعة اللي خدناها خذ بالك الجامعة في هذا الشكل طبعا الجامعة بيجيش في طبعا كان بيجي لك السنة الفاتت في سنة تانية عدادة كان عشر جامعة خمسة على الكلمات أو سبع على الكلمات وثلاثة على الجامعة خلاص الجامعة هيجي لك الشكل اللي انتوا تخذوا في السؤال السادس انت بيجي لك الكلمة بين الكوسين ومتعدلها ده الجامعة عندك بخمس ضراب بيجي في الامتحان في السؤال الخامس عدل بكلمة صقيحة بدلا من الكلمة البنية الكوسين طبعا نجيب لك إن آية غلط طيب نحط إن لإما إن لإما أن أنا نحط حرف الجارة أن ليه مثل ما أنت قلت إبريل هنا بنحط شهر من شهور ساعة بنحط إن تعطيك عرفتنا إن 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 آت أيام وشهور ساعة أقول لك تمام بس هو أجد لك بعد إبريل لو أنت خدت بالك هديد لك يوم قال لك التالت من إبريل فنأخذ بالنا من حتة دي لو كان ما جابش تلاتة دي كنا نحطينا إن فبالحديد لك يوم إحنا قلنا الأيام بيجي معها إيه إن فبالك أنت فتلت عادي فممكن يدعب لك في أشياء كده إلي أغبطك number two they always go to the club هم دائما بيذهبوا إلى النادي فاردي غلط تبقى on فاردي the museum is a good place to go نقطة the week end طبعا week end لو تأخذش إن بتأخذ add add the weekend طبعا مش يأخذ on خالص I go to the lake تمساح أنا راح أجرع لي بحيط تمساح نقطة Friday Friday دا يوم الأيام الأسبوع فنخط حرف كده إيه on sometimes I go swimming space لو نقطة the afternoon طبعا afternoon قلنا evening after noon morning بياخد in we have English جاب لك بعديها 10 a.m خلاص بلالوقت on in add أيام وشهور ساعات الساعات بياخد ايه الاد we have English قلناها number seven فاردي goes shopping in the morning مش on هتبقى in the morning في الصواة are you going to the museum on Saturday يوم الأيام الأسبوع بياخد حرف الجار on هحل معك آخر اثنين واسب لك الباقي واجب لتحلوهم مع نفسك تالي ريجو اللي فيزي her grandparents هتبقى on holiday on holiday أي عرفة day كده بتأخد حرف الجار on mona leaves not a small village هتبقى in هي بتعيش في كارية صغيرة هتبقى انت باعي تحلوهم ولو في عجل رفت معاك تراسل معايا بالتوفير للجميع انتظرني ان شاء الله في الفيديو القادم وشرحة listen three four بالتوفير طبعا للجميع see you soon goodbye